في هذه الحلقة إن شاء الله بدنا ناخد تدريب على معلومة مهمة جدا وهي التعامل مع اللوحات اللي بتتعامل مع الجهود العالية وعشان نطبق المعلومات اللي بنا ناخدها اليوم إن شاء الله ففي عندنا تصميم دائرة حساس الجهد العالي بتكون بالطريقة هذي وبنا نشوف إيش المشاكل وإيش الحاجات اللي بنصلحها وكيف في الآخر برضو حولناها لدائرة برضو تصميم جهد عالي ولكن باستخدامين السيرفيس ماونت كانت الأولى ثرو هول تمام كل المكونات عبارة عن تدخل خلال ثقوب تمام ولكن الأس أم دي أنا كيف حولتها عشان نصغر اللوحة ولما أصغر اللوحة إيش الصعوبات اللي لازم أنا أتفادها وإيش التصميمات أو الاعتبارات اللي لازم أيش أعتبرها وخاصة إنها بتتعامل مع جهود عالية فالتدريب هذا فيه شوية معلومات فقبل ما نبدأ في التدريب لازم أنا أقدمك لحاجة اسمها الكليرانس والكريبج إيش يعني كليرانس وإيش يعني كريبج وهدول عبارة مفهومين مهمات جدا وخاصة برضو في لوحات اللي لتتعامل مع جهود عالية الكليرانس الشباب هي عبارة عن المسافة بين أي نحاس ونحاس آخر أو أي موصل وموصل آخر على اللوحة تمام؟ يعني هنا نفترض في عندي أنا مسار وفيه مسار جنبه المسافة خلال الهواء المسافة خلال الهواء بيسموها الكليرانس تمام؟ طب إيش مخاوفي كليرانس؟ بقول هدول نفترض إنهم بيحملوا جهد عالي فاحتمال يكون فيه شرارة بينهم عبر مين؟ عبر الهواء إيش بنسمي هذا الشرارة؟ آر كينغ تمام؟ فإحنا علشان نتفادى الآر كينغ هذا ونمنع الشرارة خلال الهواء بين موصلين حاملين جهد عالي بدنا نحط حاجة اسمها كليرانس بينهم وهي عبارة عن مسافة تضع بينهم بحيث إنه يمنع الآر كينغ أو الشرارة لو كانوا كتير قربات من بعض بيصير فيه بينهم شرارة أو ممكن يدمر اللوحة طب فيه مفهوم آخر اسمه الكريبج الكريبج هو عبارة عن المسافة بين الموصلين الحاملين لجهد عالي ولكن مش عبر الهواء لا على سطح اللوحة لو سطح اللوحة هيك منبسط تماما فهو بتكون المسافة هادي لكن لو فيه تعرجات أو فيه ثقوب أو فيه مسارات تمام بالشكل هذا فمسار فالكريبج بيزيد تمام يعني المسافة بين هادي الموصل وهذا الموصل بيزيد وبالتالي احتمالية إنه الشرارة تنتقل عبر سطح اللوح بتكون إيش أقل يبقى الآن الكليرانس هو الشرارة إنها ممكن تسير عبر الهواء ولكن الكريبج هو عبارة عن المسافة بين الموصلين لمنع الشرارة إنها تمشي عبر سطح اللوح عشان تصل إيش للمكان الثاني الشرارة لما تمشي على سطح اللوح يش بنسميها لتراكينج تمام وبالتالي إيش هادي هو المفهومين اللي مهمين جدا طبعا هنا نيجي للرسمات هادي الكليرانس زي ما قلنا بين مسافة بين موصل والتاني المسافة بينهم عبر الهواء بنسميه كليرانس تمام ممكن هادي برضو سموه كليرانس هنا كويس ولكن المسافة عبر سطح السطح بسموه الكريبج يعني مثلا هنا تطلع هنا الكريبج الكريبج عبر السطح هو نفسه الكليرانس تمام الكليرانس والكريبج هنا نفس المسافة تمام لأنه السطح منبسط والهواء برضو بينهم نفس المسافة هنا اللي بالأحمر هذا هو مين عبر الهواء اللي هو إيش بنسميه الكليرانس تمام الكليرانس اللي المسافة بالححمر طب الكريبج بقول لك الكريبج لازم الشرارة تروح هيك وهيك وهيك عشان تيجي هنا طب ليش بقول لك لانه انت عامل هنا شرخ في اللوح هنا واكتر ايش هنا ريئنفورس معناته عزل مضاعف تمام فانا غالبا بختار البيسيك البوليوشن ديجري ايش يعني البوليوشن ديجري ما بين واحد واثنين وثلاثة معناته انت اللوحة تبع تكون محطوطة هل محطوطة في المنطقة فيها فيها دست فيها يعني غبار ولا فيها مية تمام ولا ما فيش فيها ايش انضيفة فهي واحد هي عبر عن انضيفة ولكن رقم ثلاثة هي اللي فيها غبار وفيها اتربة وفيها حاجات احتمالية ان يكون في شرارة بتكون اعلى تمام غالبا نختار واحد او بنختار اتنين تمام الجهود اللي بدك تشتغل عليه اوكي ما بين مية وخمسين لثلاثمية فولت اذا بدنا نحكي عن جهود اللي هو مئتين وعشرين فولت تمام لو جهود اكبر مئتين وعشرين فولت بنتكتروها على مين على هذي تمام طيب ايش الجهود اللي بيشتغل عليه هنا كاتب الفي بيك او دي سي المتين وعشرين فولت بيعبار عن فولت ر ام اس الفي بيك بتكون تقريبا ثلاثمية واحد عش تمام وبعدين هذي بيسيب ازماهية بنعمل ايش الكليرانس هذا ايش جدوة الكليرانس بيقول لك لازم تعمل ما بين المسارات حوالي اثنين مليمتر الكليرانس حوالي اثنين مليمتر الكريبج ستة من عشرة وبيحول الى خمسة فولت فالمتين وعشرين فولت المنطقة الهاي فولتج هذي الفولت عالي شايفين حاطط هنا سلوت حولها شايفين؟ تقريبا المسافة تقريبا واحد وسبع من عشرة تمام لو انا مش قادر اخليهم اثنين من عشرة نفترض انا بدي اثنين مليمتر تمام ومش قادر انا ازيحة اكتر شفتش عاملين ضمان اكتر عملت حاجة اسمها الكت اوت الكت اوت الشباب هي عبارة عن سلط انا عملته ايش لسلط هذا؟ السلط هذا شباب عبارة عن خرق زي ما قمنا شوي عبارة عن شرخ في ايش في اللوحة تعالي نشوف كيف شكلها ايش اللوحة اللي هي الكبر اللي هنا او النحاس تمام؟ فهذه مهمة جدا طب كيف عملتها؟ بتروحي شباب على حاجة اسمها solid region شايفين ال solid region هنا؟ هيا بتيجي هنا وبتعمل عملية مثلا يعني شكل معين بالشكل هذا تمام؟ هيا شايفينها؟ هيا تمام؟ وبتجي بتحطها في اي مكان نفترض بدي احطها يعني بدي احطها هنا عشان يعني كمثال تمام؟ وبضغط عليها وبقول له بدي اياها multi layer multi layer معناته اعمل خرق في ال layer اللي فوق وال layer اللي تحت البتم والتوب تمام؟ فبسميها multi layer تمام؟ خلينا نشوف شكلها لما عملها هيك شايفين؟ هيا الكريبج هي عبارة مسافة تروح هيك 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 ويجي هنا عشان لو بدي اعمل spark مع هذه تمام؟ هيك وبيجي هنا تمام؟ وهذه نفس الاشي ولكن ايش؟ بالcut out الان طولنا هذا المسافة وهي شايفين الكبر اللي هنا هيك وهي جاي هنا مفيش هنا كبر مفيش هنا نحاس ومفيش هنا نحاس